الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد هو قد أوشك رمضان المبارك على الانتهاء لابد من التذكير بصوم ست من شوال فقد جاء في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كأنه صام الدهر كله فكيف حسبها العلماء يعني ماذا يعني الدهر كله قالوا العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فقال العلماء بأن اليوم في رمضان عن عشر أيام أي بأن شهر رمضان عن عشرة أشهر عن عشرة أشهر فمن صام رمضان فكأنما صام من السنة عشر تبقى شهرين وهي ستة من شوال فمن صام ستة من شوال ستة في عشرة ستين أي تلاثمائة وستين يوم وهذا هو السنة وهذه هي أيام السنة لذلك من تعود على ذلك فكأنما صام الدهر كله هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله